السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات لصف الثامن وهو بعنوان تمارين عام الجزء الثاني في هذا الفيديو سوف نحل تمارين على إيجاد المساحة السطحية للأشكال ثلاثيات الأبعاد وإيجاد الحجم للأشكال ثلاثية الأبعاد وأيضا إنشاء وتفسير مخططات الانتشار تذكر تذكر عزيزي الطالب المساحة السطحية لأشكال ثلاثية الأبعاد المساحة السطحية لشكل ثلاثي الأبعاد تساوي مجموع مساحات أسطحه فيما يلي صياغ المساحة السطحية لكل من الأسطوانة والمخروط والكرة الأسطوانة المساحة السطحية للأسطوانة تساوي المساحة السطحية للمخروط تساوي pi times r times l زائد pi times r squared الكرة المساحة السطحية للكرة تساوي 4 times pi times r squared التمرين الأول مثال صفحة 182 أوجد المساحة السطحية للأسطوانة أدناه استعمل pi يساوي 3.14 الحل في البداية عزيزي الطالب نكتب صيغة المساحة السطحية للأسطوانة فالمساحة السطحية للأسطوانة تساوي 2 times pi times r squared زائد 2 times pi times r times h لأن انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصيغة سوف تلاحظ أننا بحاجة إلى إيجاد طول نصف القطر وأيضا سوف نحتاج ارتفاع الأسطوانة الآن فكر عزيزي الطالب كم يبلغ طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة لاحظ أن طول القطر كاملا يساوي 10 سانتيمتر وهذا يعني أن طول نصف القطر يساوي 5 سانتيمتر لاحظ أيضا عزيزي الطالب أن ارتفاع الأسطوانة يساوي 15 وبالتعويض في الصيغة ينتج لدينا 2 times pi times 5 squared زائد 2 times pi times 5 times 15 الآن عزيزي الطالب نقوم بالتبسيط في الحد الأول فينتج لدينا 50 pi زائد نقوم بتبسيط الحد الثاني فينتج لدينا 150 pi وبالتبسيط ينتج لدينا 200 pi ونحن نعلم عزيزي الطالب أن pi يساوي تقريبا 3.14 وهذا يعني أن الناتج يساوي 628 تقريبا إذن المساحة السطحية للأسطوانة تساوي 628 سانتيمتر سكويرد تقريبا التذكر تذكر عزيزي الطالب صيغ الحجم للأشكال الثلاثية الأبعاد الحجم هو مقياس لمقدار المساحة الفارغة داخل المجسمات الصلبة فيما يلي صيغ الحجم لكل من الأسطوانة والمخروط والكرة حجم الأسطوانة يساوي مساحة قاعدتها مضروبة في ارتفاعها فحجم الأسطوانة يساوي b times h وهذا يساوي pi times r squared times h حجم المخروط يساوي ثلث حجم الأسطوانة وهذا يعني أن حجم المخروط يساوي one third times b times h والذي بدوره يساوي one third times pi times r squared times h حجم الكرة يساوي ضعف حجم المخروط وهذا يعني أن حجم الكرة يساوي four out of three times by times r cubed التمرين الثاني مثال two صفحة one hundred eighty three أوجد حجم المخروط أدنى استعمل pi يساوي three point one four الحل في البداية عزائي الطلاب نقوم بكتابة صيغة حجم المخروط فحجم المخروط يساوي one third times b times h وهذا يساوي one third times pi times r squared times h نلاحظ أنه من خلال هذه الصيغة أننا بحاجة إلى إيجاد طول نصف قطر قاعدة المخروط وأيضا لابد من إيجاد ارتفاع هذا المخروط فكر عزيزي الطالب كم يبلغ طول نصف قطر قاعدة المخروط ستلاحظ أن طول نصف قطر قاعدة المخروط يساوي six inch وسوف تلاحظ أن ارتفاع هذا المخروط يساوي nine inch وبالتالي نستطيع الآن التعويض في هذه الصيغة فينتج لدينا one third times pi times six squared times nine والآن نستطيع التبسيط فينتج لدينا one hundred eight pi ونحن نعلم عزيزي الطالب أن قيمة pi التقريبية three point one four وبالتالي ينتج لدينا three hundred thirty nine point one two inch cubed إذن حجم المخروط يساوي three hundred thirty nine point one two inch cubed تقريبا تذكر مخطط الانتشار يوضح العلاقة أو الترابط بين مجموعتين من البيانات فتبين مخططات الانتشار إما وجود ترابط خطي أو ترابط غير خطي وإما تبين أنه لا يوجد ترابط بالنسبة للترابط غير الخطي تمثل النقاط شكلا واضحا قد يكون منحنى وقد يكون دائرة بدلا من أن تكون منتشرة بشكل عشوائي وبالنسبة لعدم وجود ترابط تكون النقاط منتشرة بشكل عشوائي ومتباعدة نوعا ما وبالنسبة لمخططات الانتشار التي تبين وجود ترابط خطي يمكنك رسم خط الاتجاه لتوضيح نوع هذا الترابط فهناك ترابط خطي موجب وهناك أيضا ترابط خطي سالب لاحظ أنه عندما يكون ميل خط الاتجاه موجب فإن الترابط يكون موجب بينما عندما يكون ميل خط الاتجاه سالب فإن الترابط يكون سالب ويمكنك تقييم قوة الترابط من خلال النظر إلى المسافات الفاصلة بين النقاط المعينة وخط الاتجاه فهناك ترابط موجب ضعيف وهناك أيضا ترابط موجب قوي وأيضا ترابط سالب قوي وأيضا ترابط سالب ضعيف التمرين الثالث تدريب 9 صفحة 101 صف العلاقة بين البيانات في مخطط الانتشار أدنى الحل لاحظ عزيزي الطالب أن النقاط متجمعة وأن لها اتجاه موحد ومن أجل إظهار هذا الاتجاه أرسم خط الاتجاه وذلك برسم مستقيما يمر من وسط هذه النقاط بحيث تبعد النقاط من كلا الجانبين نفس المسافة تقريبا عن خط الاتجاه لاحظ لاحظ أن ميل المستقيم سالب لأن المستقيم ينحدر نازلا عندما نتحرك من اليسار إلى اليمين ولاحظ أن جميع النقاط تقريبا قريبا من خط الاتجاه لاحظ هذه النقاط جميعها تقريبا قريبا من خط الاتجاه إذن يوجد ترابط خط سالب قوي الواجب صفحة 167 إلى هنا أعزائي طلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه بشكل جيد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر